و لحقيقة نحبها زيدا على خطرها هي بنت حومتي بنت الهمهامة العزيزة الغالية بنت البانليو السود كوثر بالحاجة أهلا وسهلا أهلا وسهلا أميما مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي ديوانا فيه نوري ديوانا فيه نوري ديوانا فيه نوري نورك الوردة الحمرة هكا المزينة مزهرة عايشة يا روخي عايشة كذلك معينيك لحلوين يفضلك كوثر فرحانين برشلي انت حاضرة بحطينا كل ما جيني لحقيقة تشرفني بحضورك فنانا يحبك برشا وعندك محبة كبيرة وكل ما جي من الفنانات اللي تعاليق تقريبا كلهم يكونوا إيجابية ونحبك ومش ساهل في تونسرا وفنان يكسب محبة الناس صحيح ولا لا كاوثر أنا ديما يدعي وهيلي أمي ومامتي وانا بدوري الرجع لكم الدعوة نقول لكم ربي يعطينا لقبوله ومحبة الرسول إن شاء الله ربي ديما على قد ما ربي يحبنا ويحب فينا خلقه حمد الله نعمة هذيك من عند ربي نعمة مني عم اللي عاتي هلي ربي الحمد لله الحمد لله يا ربي نحكيه على الهمامة أنا طوى نشوف الفيسبوك متاعك وعرضني الفيديو اللي حكيت فيه على الشط متى حمام نلف مهم إنه الفنان زيدا يوعي مهم إنه الفنان يوصل للصورة خاصةً كيكونوا في مبارشة ناس تتابع فيه إنتي كيما حمام نلف كيما بارشة بحرات أخرى مش نحكيه كيرا على حمام نلف هو البنليو السيود لكله معنات هالضاحية الجنوبية لكلها تدمرت آآ ما فهمتش إليه متى إليه متى بش تبدأ كيكا يعني مستنساف تبدأ قبرك حال معتا عمناوي لمشيت وصورت فيديوهاتنا القرمال نظيف فما لهوة من الدولة لهوة من البلدية لهوة من المختصين مانيش بش نذكر قسيمة معينة السناء البحر يخرج فيه شيء أكحل ريحة آآ ياسر مش حلوة آآ ما أنتا حاجة توجه على القلب حتى أنا عندي آآ تقليد بعد بنكمل الدورة مثال البحر ندخل في كذناء قيمتا حمام نلف ونقعد دورة كيما وكل شيء السنين دورو حشيكم شيء في المبوبلا والدنيا وكل شيء يخيوينهم وينهم عنتا عليش حمام نلف كيكا رايح حمام نلف كانت قبلة سياحية راو كانوا البيات يخرجوا من تونس يهربوا من تونس ومن سخانة للسنطرفيل بيش تمشي الحمام نلف بيش يصيف قصورات البيات المهجورة اللي ما همش مستغلينهم في حتى شيء اللي عمال قاعدين يمشي ويتيحوا فماش سيينة الكازينو المسكر اللي كان قبل قبلة الناس من العالم أجمع حتى من عمر الشريف كان يبدأ موجود فيه بو منيش نشجع أنا على النشاط اللي كان فيه لكن عملوا فيه حاجة عملوا فيه قهوة عملوا فيها مرفق ثقافي عليش ما تعطيوهوش للمثقفين اللي موجودين في حمام نلف يحلوه نوادي يحلوه حكايات عليش كيكا حمام نلف تمشي وتطفى بحر رادس في سد بحر الزهرة كيف كيف ما نحكيوش معنات عقبال كنا نمشيوه ساعة نهربوا في بورش سدرية يحكيولي حتى بورش سدرية واللي مرة تعوموا مرة ليه عمي مشت إلي ماتين لو ناس ما لقاتش حل لهالدرجة معناها وإذا كان أنت ما لقيتش حل كيفاش تفسد حاجة خلقها ربي معناتا بالطريقة ذيكا يعني قدرتو على البحر بش فسدته قدرة عجيبة يعني البحر اللي هو معجزة من معجزات ربي واللي نظف روحه بروحه قدرتو عليه وفسدته أنا نوافقك مية بالمية خاصة أن ولد الهمها ما يعرفوا هيدا همها ما ما تهونش لحقيقة لا نفهمك نفهمك نحنا ولد الحم نرفو أي جيها في تونس كل واحد ينغر على جيهته وينغر على البلاد اللي تربو فيها وبرشة بلايز حتى ساعت في الكومونتير يقولولي جيبس ايو جيبس راني أنا ندفع الحاجة للي تابعيني معناتا ونقول جيبس وبرشة بورات فسدت من الحكاية ذوما ومن البوليسون ذات جيبس جيبس البلايز فما ببرشة بلايز روحنا ربي إن عمنا في بلاد فيها البحر فيها مناخ معناه يتمنيوه بلدين عندهم الفلوسة ما هيدي حاجة ما تتشريش بالفلوسة ذي نعمة ربانية ربي رزقنا بيها لزمنا نحافظوا عليها راو كي تجيحة منلفها الجبل وفيها البحر راي حاجة ما هيش موجودة ديما ترد الروح ترد الروح ما منلف معناها بالحق تحسنا بيها كي الحوتة اللي رجعت للبحر صحي أنا ندور 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 كي نرجع لحامنلف معنا كي نشم ريحة الهم هامة وهاني قلت يا راو البلايز الكل أي واحد راو البلايزة اللي تربى فيها وحومته عنده عطف خاص لها وعنده محبة خاصة لها كي تدور في شط حامنلف هنا ديما نقول لما عمري مريد شط كي ما شط حامنلف الجو متاعها من الفلومبيونس متاعول لها مهامة البساطة والشعبية صحي وكلهم الغنية يعيش والزوال يعيش خطر تخرج غادي حتى بخمسة لايف تنجم تتعاشى في حامنلف مش كي ما فما بلايز أخرين يزمك ستين وسبعين دينار هيدا مش في مقدور العائلة معنا تبسيفة يومية حامنلف تنجم معنا تتنجم تعيي الزوال يعيش وفما حاجة أخرى أنا ديما نقولها وبناتي يأمنوا بها خطر أنا ديما نهزهم معاي بشي حاوسو وين تلقانا احنا قاعدين كنا مثلا في وتيل سان كتوال في بلاسام البلايز في شوس ولا في جربة ولا في أي بلاسة في تونس وقتلي نرجعوا لتونس شو نقول لهم أنا شو نتفرهد وفي حامنلف تقعد على الرمل تخزر تنجش لقلوب تقعد تشرب حاجة بردة تعمل قهيوتك جيب دابوستك بتاع الماء ومورك بجنبك واضحة شيخ عامل جو عامل كيف بنتك بحذيك تلعب تتفرهد في الرمل معنتها عيشة أخرى دنيا أخرى كل بساطة اللي نحنا متربين بها ومستنسين بها أنا نقول دي محمدولة اللي أنا شبعت من بحر حامنلف يغيضوني صغيرات متاع تاوة مش لوالدين كل نجم نزوها من حمامات ومن عشوين أنا البحار اللي كنت تقع الرمال اللي كنا نقعد وفيه كنت أنا نبدأ متانية نفرش ونحط بنتي تلعب وكل شيء الرمال اللي هو توا ولا لكله جزيز سامحني معتها أنا لومت في الفيديو عالدولة ما أممتون زد اللوم عالمواطن صحيح عليش تمشي وتخلي اللي وسخ ومتاعك صحيح وتبيبز متاعي غرط وتبيبز متاع مام لوحين ما فيها بيس هاني أنا نهيسة شي معاي صحيح إذيك هاي اللي شريت فيها الجربج متاعي الكل وقت اللي نكمل هي بيدها توالي بوبيل ونخرج شني المشكل معناه شو قص مني أنا فما شوية من الله شوية من عبدالله كيف ما يقوله معناه لزم كنت يزيدا لوم تحكى ولوم تحكى زيدا لزم كمواطن لازم يكون عندك وعد بيش متخليش نوسخ ولا الجزيز ولا بصيفة مهولة معناه معاش تجم تنحيش الكلكات متاعك في الحاجة أخرى وأنا راني ضد قنص الكلاب وضد إذا كله نحب الحيوانات وبالحق معناه نعطفينة معناه الناس اللي تعرفني من من قريب ولا اللي تابعوا في عارفوني اللي أنا عندي ضعف توجيه الحيوان هي شبكما كما يقوله ما تحسش ولكن زيدا كيبدي وزيدا كلاب سيبة موجودة في الشط ما تعرش عليه يسلم عليه كي يجريت فما صغيرت فما نسي كبر فما مرات خاف عندها فوبيد وإش هلزين بنا بخاره نابت يزد انه قتل الكلاب لكنه لو كان جاي ولهين راهوا الكلاب مات وصلش الغادي فاي وكان جاي ولهين انجات عنا بلادية تلم الكلاب بيش به تعطف عليهم احنا كمواطنين وقت ليتواجهنا للبلدية نيداء مش نعاونوهم قسمن برب العزة ليقلقني نطيب لهم ونمشي نوكلهم انا في البلدية ونتلهي بهم ما يقلقنيش بالعكس يدى 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 يقول نلقاول حلول اموة واحدة يبادر وانو يلقى الحل ان شاء الله صوتنا احنا ولاد الهم هاما وصلنا صوت الهم هاما وصلنا ولاد حامنلف العزيزة الغالي الشعبية العيشة حمد الصابون الكلكم الكلكم حاصلوا نسلموا عليكم فردا فردا وكل جهة في تونس ما تستحقش انها تكون ملوثة لازم اهل الجهة اللي يعيشوا فيها يعيشوا فيه بمناخ يكون صافي اه ما يضرهمش ماللي فيتكين حاضر بحثيه اه سيدق سيدق نسلم عليه سيدق ذكرني اللي قبيع سيدق ترابلسي سلم عني برشا عنده عنده البخارة مسرحية البخارة تحكي على البيئة وتحكي على المشاكل البيئية المشاكل البيئية اللي صايرة فيه سفاقس في قفصة في جيبس هو ولد سفاقس وعاش هذا وشيف في جيبس دونك كل واحد من جيته يحاول انه يدز بش نحافظه على البيئة على خاطر كما قلت هذي نعمة ربانية دونك لازمنا نحافظه على واجبك انك تحافظ عليها كمسؤول وكمواطن زي داك يفكي متاعك ملكك حافظ عليها ملكك اذي كمتاعك يخصك انتي كيمة بحر حم من الف نعتبره حاجة تخصني عبارة على انا في داري ما نجمش الروح ونخليل وسخو الدنيا متاعي لكل لنظف كم نظف فماش واحد من نظفش دارو هذي كدارك البلاد والشارع دارك ملكية خاصة متشاركة مية ملكية خاصة دونك حافظ عليها مزلنا مكملين بعد شوي نحكيه على انيسة عزة حكينا في موضوع اخر مهم جدا ومن ما خليني نقول زي دا مهم انه الفنان يواعي بهذا ومن واجب انه يحكي فيه هذا مواصلين معاكم خليكم معنا راجعين بعد الفصل فيه منك نسمع ساعات تلقى فما برش انسي كبار يبدوهم مميتين عليهم بالضحك شيخين شيخين دونك مسرحية تعليم تثقيفية معنتها ترفيهية تنشيطية غنائية 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 اما رو تقعد مسرحية انا انا علش سلتك وطر على خطر نعرفه في الصيف الصغير بصيفة عامة يكون عام كامل يقرأ وامتحانات وما صدق الرب يجي صيف بيش يتفرد دونك ذاك عليش سلتك قلت هل بيش يكون جانب الترفيهي اكثر من التعليمي ولا لا وانتي قلت لي بش نحوض على نفس النسخة هما متانوشين هما متانوشين لانه كي بيش توصل له انتي معلومة رك بيش توصل له عن طريق ضحكة مهم فهمت وبيش هو يولي عنده تحدي اسك هو عنده قوة التركيز بيش ينجم يجيوب عليك الاسألة اللي سألتهم انيسة عزة دونك بالعكس يقول له انتي فيه الي ينسعو مش بش نقعد نقري فيه اينا ولا لا لا بش نخرجو بينسوق ما كنا سقمت على المكتب دونك بش نوصلولو ضحكة بش نوصلولو بليتو معلومة لي هو هو بيدو يولي شاره انو يجاوب يجاوبك مهمتون درس في التركيز مجب يقولك علم الاولاد او الاطفال وهم يلعبون اذك هو شعارنا علم الاطفال وهم يلعبون انا ديما كل ما يجيني فنين يخدم للصغار الحقيقة حييه على خاطر ديما صغير من سي في تونس ما هوش ما يخو حظو كيف ما يلزم بلو احنا في جيلنا احنا الحقيقة كان عنده مكانة اكبر كانوا المسرحيات اكثر كانوا الاعمال التلفازية الموجهة للصغيرات اكثر توا كانوا بعدوا شوية الفنانين ذاك علشان حييك ان كنتي خمامت في الصغيرات وفما برشا يستسهلوا العالم هذا والي هو مش ساهل انيساتي عزة الخدمة للصغار اكثر معنتها اصعب بيسر من الكبير لانه الكبير تكون وشخصيته كبرت وسبون شخصيته اكتملت لكن الصغير شخصيته مازالت مش مكتملة دونك يزمك كل حرف وكل كلمة كيبش تقولها تقولها في مكانة وفي بلاستها اللي هي بيش تعاونه انه بيش يبني مش العكس دونك الخدمة للصغار وسخطوه مسرحية انك بيش تخلي الصغير ساعة واربع وهو قاعد يتبع فيك مايش حاجة سهلة دونك من المنطلق هذية خليني نحيي صاحب الفكرة والمنتج ستارق السيح ونحييه لانه وقلت لك قبل قلت لك انا بخيلة برشا نحبش كوني حذر لي كل شيء ويعايتلي دونك هو حذر كل شيء على طبق وقال لي كوثر يجا اخدم دونك ستارق السيح نحييه في كتابة الانتاج مادام سونيا سيح في ادارة الانتاج انيس النهدي خليني نقول لك على الاخراج والنص اللي الحمدلله يا اميما والله العظيم ورسختي ريت وقت لي نكملوا العرض فما معلمين يتفرجوا اسيد داراو يجيوا يبدوا يحيوا فيها على النص قلهم لي راو خاتيني راوها ايجا هتنعيت لكم السيناريست صاحبت النص والكتابة ونفس الوقت الاخراج اللي هي الممثلة القديرة الجميلة نحييها هيا برشا نورهين نورهين ومزيين اللي شدت توا اسباس متعم داق الحالفة دو كنقولها فليسيتاسيون مبروك مبروك عليها ماشاء الله في الاخراج في كل شيء لي انه سعينا انه تكون مسرحية مش تنشيط برك متانوشا خليني نحيي زيد الممثل القدير استاذ المسرح محرز المشري اللي عامل حاجة نشوفها اعجوبة انا من اجا مش نعمل انه انا في العمر هذا نرجع عمري عشرة سنين بنفس السو بليس موش سيه موش سيه لكن دونك ولدي وصديقي الممثل القادم على مهل جبران البليجي في الاذاء والنص محمد الحافسي في النقل خليل نهدي الحافسي سلموا لي خليل خليل توكو خليل وعنا زيدة كيما قتلك هي مسلحية متانوشا عنا زيدة السحر المتقلقة وديعة تشيبو يعني عليش قتلك انا متانوشا فيها كل شيء علم الاطفالة وهم ولعبون قبل ما الصغير يبدأ يدخل في القراية نجيبوله وديع عالم الجمال والسحر والخيل دونك حمدو لله الصغير متاع قبل موش صغير متاع تاو صغير متاع تاو فيق تقع عمرها أولا عمره عشرة سنين فاهم الدنيا يحل التليفون يحل اليوتيوب ديجيتال دونك فاهم كل شيء حاولتوا انكم تكونوا مماشين على نفس النفو متاع الصغار متاع تاول العسر الصورة البهرج الألوان كيفش الخدمة هو احنا اول درس ساعة نعطيوه المظار متاع لي انت تحكي فيه الكل لانه هي نوع من النهضة لكن نهضة مش يزم اكترى في كيفية تستغلها اذا كان بش تمشي فيها برشة وبش تتعمق فيها بش تولي أمراض نفس هي ونحنا نشوفه خطر كي كتبنا النص مع تاك كتبته نور هين عملنا بخف ومشينا للإبيدوبسي اللي هوم الأطباء متاع نفسين تالأطفاء دونك نلقاوا الكالندريه تفجع الحق الكالندريه تفجع ناخذوه في أنيسة يعز وبربي كيفاش يكون التفاعل معاك؟ مصدومين الصغار الصغار مصدومين والكبار يبديوه يقايدوه يقايدوه وفما كبار زيدا ما عندهم مش حتى فكرة أما أنا ونتصورك سامحني كاثر منك تعطي في تواعي في الصغيرات وزيدة تواعي في أوليائهم وما أوليائهم يبديوه مستهينين بالشي أي فما برشا نسي قولولي قولولي را والدي التواحد عليش خطر نخليه بحظة أمي ولا بحظة ماتي تخليه نهار كامل على التلفزة في بيلها عاملة قفار والحق هو لي بالعكس يولي التواحد شبه التواحد اللي هو مهوش مصنف مرض بطبيعي لكن للأسف شديد مرض نفسي أنا نقول مرض مديمو حاجة مش طبيعية عندي أنا مرض فهمت مهما بش تشكر و بش تمدح في التواحد و بش تقولي برشا علماء و برشا كانوا معناتها متواحدين نقولك أنا سامحني يبقى حالة غير عادية معناتها هو أي يقولك مهوش مصنف مرض إحنا قلت إنتي مصابين بالتواحد اللوتزم خلينا نقوله اللي هو حياتهم سعيبة بحيات حياتهم سعيبة بش اللي هما أكيد حياتهم مش سهلة ولكن يوصلوا إحنا شوفنا شكون نجح في الباك مصاب بالتواحد يوصلوا لكن ما عناش ما عناش المدارس الخاصة بيه معاناة كبيرة و برشا فلوس معاناة كبيرة حتى الأمراض النفسية متاع صغار في حد ذيتها معاناة يعني رحلة متاع سنوات بش تداويه بش واحد يداوي ولده خاطروا ما عندوش معانتا ما عندوش ما عندوش تركيز ولا عندو قلة الإنتي بيه معاناة معانتها ومصروف كبير وهز وجيب معاناة بالاربع بالخمس مرات في الجمعة إنا نحكي الكرة وعندي الديتين موانياش فيها الحكاية عاملين يعني غشيغش حالي مهيش معاناة كبيرة مش حاجة سهلة إنا نحب نختنم الفرصة نحي وليدا نميلي صديقنا الصحفي والإعلامي ولده مصاب بالتوحد ولحقيقة قداش يعز بيه وليدك يحكي عليه ويكتب نزلك يحتفل بثمنتاش نسنين وكان كتب تدوينه لحقيقة مؤثرة برش 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 برافو واليد على خاطرك انتي بطل على خاطرك بمرة حكاية تارفشنا وحكاية غابيد موالي فشنا حكاية قبل الأخبار دخلو الغستوران وتعشيه وهو ومرته وبنته وولده المصاب بالتوحد كتب عليه على خاطر قال مهيش متجمش تصير ديما على خاطر كان ديما عنده رفض انه يدخل للمطعم عنده رفض انه يقعد مع العبيد اعتبره كينها خلينا نقوله نجح نجح انه يدخل ولده نجح انه يقعد معاه ويعيشوا لما العائلية ذيك اللي بتتخبرش فيكم يحسوها عادية انتي وولدك وعائلتك ولكن واليدك يعاشها مانا حاسها ليه مهيش ديما تصير ونجح انه يقنع ولدون ويدخلوا قعد عاقل وسيخطوه خيكنتشون مع الناس ديك اكثر حاجة تعب المتوحد انه يحب ديما وحده معناه ربي معهم الولدين وربي قويهم وربي فضل لكم صغيراتكم احنا مزلنا مكمدين مع كوثر بالحاج نحكيه على انيسة عزة بعد الاخبار مع بعضنا منتوما اللي تسمعوا فينا مزلت بحدينا من وردنا الفنينة المتقلقة كوثر بالحاج فضوة اديلي تقول لك يا عزة محليك انتي صغيرة كل اللي تعملوا محليه سيفي يقول لك كل الممثلين في يشوف لي حل كبروا كان كوثر بقات كيما هي كل ما تكبر تولي احلى فما زيدة كيف كيف الحبيب بن صالح يقول لك كوثر بالحاج جميلة دائما وابدا يسلموا عليك لكلهم وفرحانين بوجودك معنا وانا زيدة فرحانا زيدة لي انتي بحدينا انيسة عزة نحكيوا عليها مسرحية مهمة صغيراتنا قاعد نتبع فيك بحكم نويك اصحاب على مواقع التواصل الاجتماعي نشوف الدور اللي قمت بيها في الشتين تجي تحكيت عليها وحسب مريد هكا حسب تقديري اللي هي ناشحة وفما برشا يطلبوا في انيسة عزة في كل الجهات سوكسي معنا واذا حاجة تفرحني اينا على خطر نحب جيت في البدايات مازلنا كمانا على البروموسيو دعنا في الجديات اول حاجة ساعة نحب نقولها كنت نسمع في صوت صديقتي العزيزة المزيينة مروه رقيق مروه رقيق مروه ما تسميش زاميلتنا كانت معنا مروه مروه رقيق مروه وحكينا على خارقون وعلى بودكاست خارقون تبقاوه على شين يوتيوب الخاصة بيدي وينا فيم نحكيوه على المهرجانات كاثر توحنا عنا ديما كل ما يجيوني فنانين يحكيوه على الاشكال متاع المسرح ومسرح مش موجود في البرمجة متاع المهرجانات وقليل العروض المسرحية قليلة مقارنة بالعروض الفنية والحفلات انا مش مش نسري كنتي مسرحية بالاساس هوك من خليني ندخل الاطفال هل الاطفال عندهم حظ في المهرجانات الصيفية؟ في سنوات الاخيرة في سنوات الاخيرة فما توجه من مديري المهرجانات انه يعني يتجهوا للاطفال لانه لازم تخلي بسمحوني ما يساعدنيش ونقصونا من الكلمة لازم تخلي معنتها كيما نقولوا انهار ولا نهارين من الأيامات اللي هي موجهة للكهول تخلي انهار ولا نهارين للاطفال للأمانة انا ما نجمش نتذمر لانو تبرك الله تابلولي قدامي ما شاء الله مشجع جدا دونك عنا العلي عنا ويد الليلة عنا تيلة عنا ما شاء الله مجاز البيب عنا زيدة وليت القصرين دونك عنا تلابت محلا اسمها تلابت تلابت ما ننتهى حاجك اللي تروق لك وانتي تعاود فيها دونك عنا تلابت عنا كيف كيف قصيبة المالجوني سليمين عنا نهارين في الدهماني بعدك الجولة اللي عملناها في الكيف في سيدي رمضان دونك عنا مهرجين القصور والدهماني وحسي الفريد اللي هي زادة في في القصرين في الدندان سيدي علوان حيدرا نعود ونرجعوا للقصرين والعيون اللي أنا عندي معها حكاية العيون كيف كيف وسانا كيف بني حسان دوميل ديزناف كان عنا عمل طنشيتي يعني أنا ما كنتش أنا الممثلة يعني أنا كنت نمشي ونقدم ممثلين أخرين في سكيتشات وأمور دونك وقت اللي أنا مشيت للعيون وما تتخيلش كمية السعادة اللي استقبلوني بها والفرحة الكبيرة اللي استقبلوني بها وإنا ومعندهمش قتيل في العيون ما تم فمش وإني بيتوني في مدير المهرجين بيتني في دار أخته محلة اللي هي وقتها حبلة وطيب لي في العشاء وإحنا ديجا عشاء ونا بالجدية ما دام عليه وإنت يا ثقيلة وطعب في روحك ما رقدت لما عشيتني بس محلة محلة دونك فرحتهم بيا وهكك تحس بالأمان وإنت في وسطهم فقالوا لي كي كمانا قالوا لي ما حليها المسرحة قلت لهم هذي مش مسرحة يراه ذي تنشيط يعني تنشيط أما نوعدكم وقت لي نعمل مسرحية ننمشي بها للعيون حتى ولو على حسابي فالحمد الله من 2019 تعدي وتعدي تمودة ما أنا نموت على أني نحقق هالهدف بتاعي وحققت وعدي الجمهور اللي طورهم كبروا شوي على خمسة سنين يعطيك صح دونك الحمد الله راجعين للعيون يا ربي الحمد لله تحياتنا للعيون وهالي العيون وكرم هالعيون يعطيهم الصحة مش غريبة عليهم مش جهات الحقيقة اللي انتي قلتهم نشوف العروض اللي بش تكون موجودة فيهم أنيسة عزة مسرحية أنيسة عزة نحكيو في بعض الفاصل من الجهات اللي تفتقر إنها هي يكونوا فيها أماكن ترفيهية لصغيرات دونك خلينا نقولوا اللي عرض أنيسة عزة بش يكون متنفس لصغيرات من حقه منهم هما يتفرهدوا فاصل صغير ورجعين بش يكونوا موجودة فيها بش تكون موجودة مسرحية تنيسة عزة من الجهات نكونوا معناها واضحين وديغيكت متفتقر اللي ماكنتر في هي كوفر بالحاش برشا كتقول مثلا حسي لفريد ولا كتقول تلابت ولا كتقول يمكن فمات وينسا مسمعوش بهم معناتها الأسامي هذوما برشا بلايس حيدرا زيدا بني حسين فوسان إن شاء الله في سبتمبر دونك هذوما تبعيننا وليت الجسرين بالحق معناتها ساعات تسمع اسم انتي بدك تقدر تعود فيه بش تنجم تحفظه معناتها يكون بعيد برشا على الأنشطة الثقافية وحتى معناتها يستسعبوا أنهم يمشيوا لأنه مسافات بعيدة يعني بالحق معناتها تقعد برشا في الكربا وفما ريسك كبير ما كتعرف ما دام خدمت المطور فما ريسك دونك برشا ناس تبخل وإلا تلقى ساعات العرض أقوى من مجهوداتهم المادية نحكي دونك احنا وتحية كبيرة لسي تارقة معدتها السيح أنه في صح المجال أنه احنا نمشيوا للأماكن هذي الكل مادام طلبونا معناتها لنا بش نكونوا موجودين وتحية للنفسية لأنه زيدا تعرف امرأة وتسوق وكل شيء وعندك دي زونجاجمون وزغيرات زيدا كيف كيف؟ دونك مهم دونك قبيلة مريم قاتلي يعطيك الصحة كيفاش مشيت تخدم في رمضان ليه؟ حيوة مريم بوسطة نهارين اللي عاديناهم في الكيف ستات تام بليزيغ معناتها بالحق أعملت فيهم جو لأن والحمد لله خرجت من عيلتي لكن عندي عيلة أخرى اسمها أنيسة تعزة دونك خرجت من عيلة مشيت لعيلة دونك الحمد لله محليك يبدأ المسرح وتبدأ الجو متاع اللي انتي فيه حتى كي تخرج من عيلتك ما تفقدش الأمان والحنينة ذيك اللي تلقاه في عيلتك المسرحية زيدا مهم برشة زيدا أن الفنان يكون عنده الوعي هذا راهو كاوثر أنك انتي راهو ويجبك زيدا تمشي البلاي سيدوما ويجبك مشم زيه؟ تعرض غادي لأنك تكون تحب على مهرجين الناس لا معقول ومن تفهم أنه فنانين يحبوا يكونوا من حقك أنك تكون موجودة في مهرجانات عندهم بحرش كبير كيما بن زرد كيما سفاقز كيما سوسا كيما كرتاج وغيره ولكن زيدا فما مهرجانات مهم جدا أنك تمشي خاطر بالحق أخذوك الناس يستحقوا أنك تمشي لهم ناس ما عندهم شوين يتفردوا لا يخرجوا لا يدخلوا هو أين نستحق أني أنا نمشي لهم؟ أين نستحق؟ تعرفش عليه؟ عليش؟ من الجمش نحكي لك يزمك تجي وتشوف وحدك ومايمك كمية الحب كمية الحب والفرحة والاشتياق اللي أنا بش نمشي نلقاها تستنى فيا غادي دونك أنا اللي نمشي بش نخو برشا شارج متعامة حبة وبرشا عواطف بش نروح نشارجي بهم روحي كممثلة وكإنسانة يعني أنا اللي محتاجتهم كإنسانة؟ حتى هما ينجموا يتفرجوا فيا في التلفزة عادي سيفري كي تبدأ قديمهم حاجة أخرى مش كيف لكن زيدا حتى هما يعطيوك على قدمة معنتها أنت يبيدك تاخوه وهذا ما نجمش أنا نعبر عليه بالحق أصدقه المشاعري لا توصف بالحق يلزم يكون يجي يصور ويشوف كمية المحبة اللي بش تجيك من عند صغار وكبارة من عند ناس تمشي كيلو مترات ساعة يبدأ بعيد عليهم المسرح متى أنا مشيت البوعوين في ولاية بوعون في بيجا نحن ماشيين صغار يمشيوا كيلو مترات على ساقهم بيش يجيوا يتفرجوا فيك عليه محبة فيك بيعا كل خطوة كل خطوة عاملينها تحسها في قلبك الخطوة هذيك حتى في دقة كيف كيف الراف الناس طالع على ساقيها مكتعرف دقة بعيدة على منطقة العمران دونك وتشوفك المحبة وتشوفك الصحبة وتشوفك الصغير اللي ساعات ما يخلطش تصور معك واللي تبكي يجبك تعاود ترجع له بيش ترذيه معنتها انفت احنا لي محتاجين له هذيك ويمكن نجم اقول لي انتي محظوظ على خطرك تتعامل مع صغيرات ما يكذبوش الصغير يحبك يحبك ما يحبكش ما يحبكش ما عندوش هكذا ما انا جيت قدوم امر الواقع ما نحبهش انيسة عزة ولا كوثر بالحاج ولكن من باب التربية والخليل اللي لباقة ننسلم عليها ولي في القلب في القلب الصغير ما عندوش اللي لباقة لا حد شي يحبك ولا ما يحبكش ما يكذبش الصغير يحبك ولا ما يحبكش والحمد لله انا نقول انو جمهور عندي جمهور كبير من الاطفال يمكن هذا هو لي شجعني انو انا نعم المسرحية للصغير لانو نعرف انو والحمد لله جمهوري موجود دونك اكيد انو بش خليني نقول انو نعمة من عند ربي وقتلي هما شنوما صغار مليكيت مزلوا مزلت فيهم برشة براءة فهمت وقتليك البراءة هذيك الكل هتحبك اذي مش نعمة من عند ربي اكيد نعمة محبة الناس ومحبة الصغير نعمة كبيرة حكينا على المهرجانات اللي نجمو قلو عليها محلية هل انيسة عزة حاولتوا انكم تكونوا في مهرجانات اخرى كيما كارتاش كيما بنزرت كيما السويسة كيما سفيقس كيما مهرجانات اخرى يعني عندها اشعاع اكبر حبينا ولا كرهنا والضو يكونوا عليها اكثر والله احنا ان برنسيب ما فهماش مهرجان ما حاتيناش فيه دوسياء حاتينو في كارتاج مثلا؟ ما نصورش لا ما نصورش حتى لو كانوا يحبوا على كارتاج يمكن انا نقول لي علي يخوف كارتاج نحب نقول الف مبروكة زميلتي وحبيبتي واختي وجيها الجندوبي اللي ان شاء الله سنة بيكبوس بيكبوسة عندها كارتاج دونك من نجم كان انا خايفة في بلاسة دا قدها وقدود وجيها جندوبي ان شاء الله من دسمعنيش نعرف لكنك التراك منيش متخيلة روحي هي شنو قعد تحس توا متراك لانو التراك الناس اللي حاشدتوا بتعرفوا معانتها حاجة شعور قوي برشة بين الخوف وبين الفرحة لكن الشعور ساعدت يكون اقوى من طاقة تحمل الانسان فانا ما نجمش نتحمل اكتراك ذاكا وقت نبدا بش نقول في كارتاج ما خدمتش عليك ما زلت ما عنديش شجاعة للامانة معانتها نقول وانا انا النجم نكون جابانة في الحكاية هذي جابانة ليه مكش جابانة يمكن انت تخاف من المغامرة تخاف انك انت انا في طبعي مغامرة لكن المغامرة المدروسة معانتها لازمها ببرشة دراسة اذا كان بش نطلع على معانتها على مسرح كارتاج لازم خدمة متعامرة وقبلرة ومش مش تكون قادة تكون متطلعرا شنو اللي عند وجهة جندوبي اللي انحييها برشة بنت عم نلفز كيف كيف حيوها برشة اللي عند وجهة جندوبي اللي طلع تقبل على في ركح كارتاج وعبيت ووجهة جندوبي كل ما تعمل عرض وحدها شنو اللي خلي واجهة جندوبي وهي ممثلة امرأة ولي احنا مع الناس نسيب برشة الحقيقة محترامي وان ومن شو تقدموا واحدة كثيرة معاناها ساعة ساعتين معانا من الزمن قدام جمهورة عريض نحن سواتك م complimentary شخبرlay لم يارجب شيغا وان ام أنه هم المعنا أخرين لا نجم اشن مي كي ما انت تحكي wonder tg kallamma وآcomm ta akwaf هذا اي مان مخاف ان خاف ووجيها ل remainder background كبير وعندها تجربة كبيرة في الموان ومن شو دونك o tomitec mao oudica yeetzema تلخيص للرحلة متايح انا واحدة من الناس ما زلت ما بديتش في الموان ومن شو كيف مازلت نقول ان انا مش معانديش شاش جاعةаны اني في الوان ومن شو لكن مازل ما فماشي النص اللي شجعني مش نعمل حاجة من نوع ذاك وانا يمكن نكون انو نحب كي نبدأ سيوخسان حب تبدأ معايا مجموعة لانو انا من عام خمسة وتسعين ملي جيد. ماكي جريئة كاوس. ماكي جريئة. ما عندكش الجرء انك تطلع وحدك يعني. مانيش جريئة برشا. وحتى لو كان جريئة ويقولولي كارتاج ولا حمامات ولا الجم. زل تقول ليه. انوالي نرعش بكلي. لا حقيقة خوافة في الومور هذي خوافة. وثقافة ذيكا ما مشيتش عندي متاع الورمون شو لانو انا من وقت محمد كوكا ربي يذكروا بالخير في ليفودفيل ولا حتى توا مع انت في المسرح الكلاسيكي. دي ما اقل حاجة اقل حاجة فهمة اربعة خمسة ممثلين معايا. دونك الفكرة ذيكا ما زلت مدخلتش لدماغي مزلت مستوعبته هاش. فهمت ان شاء الله يجي وقت انا خطر كل ما نمشي مش انتي او الوحدة تحكي لي معته وتشجعني. كل كيما شجعوني على مسرح الطفل. وحمد الله سفا شجعوني زيد وشجعوني على. انا نشجعك كوثر عندك كل الطاقة وكل القدرة وكل الموهبة انك تقدم عرض ووحدك تحكين تختار حكاية خرافة عندك الشعبية زيد اراك كوثر بالحاج معانيا. انا توقع دين نحاضروا في مسرحية اما ما هيش وانو ومنشو. اخذوا لي كوثر. نحكي وانا وياك هكا كازوز صاحبات مش كمذيعة وكضيفة. يعني انا كي نجي لكوثر بالحاج نخرج معاك ونجي نحكي معاك بش نوقع نقول لك يا كوثر عندك اللي بكيوا عليها الناس. الناس تعرفك. شوف لي حل كل يوم يتعدى. بالك خطرك ساحبتي تحكي. لا 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 نحكي بالحق بكل امانة وهو الناس اللي اللي تابع فيها معناه يتقول لي. يعني انتي عندك هو فما برشة ممثلين شي عملو. يمشي ودخل للتالفزة بش يكسب الشعبية بش الناس تعرف ومبعد يعود يرجع للمسرح. يعني انتي عندك هذة كل. اي اما كرتاج راو ردوا بالكم راو مهوش سيلي. راو كرتاج كيما ينجم يطلعك كيما ينجم ماش تلقى روحك من بعد. يلزموا دراسة كبيرة معناها عرفت اينا متأكدة توا اللي وجيه الجندو بتبرف نهارو لي. بيانصير. مع انت توقي نحط روحي في بلاس تواجيها. يوالي لي تراك. فما بالك لو كان جيت اينا في بقعدها كغيما. ما ما ما. هاكم جيت نرعش. عصابي متطعب. بي مهرجين بوغرنين. عليش مكش مهرجين بوغرنين فما الزاهرة. حاولت انو نبرمج نكون موجودة لكن كنت موجودة بشكل اخر. كنت موجودة كمناشطة. ما تحولنا انو يكون ان شاء الله نيستي عزة موجودة للأسف الشديد خلطنا بعد ما سكروا البرمجة. كلموني على تنشيط ليلة الافتتاح. اللي هو يوم ستة وعشرين جويلة. ان شاء الله. شكو بشكونا فاما في الافتتاح. مرتضى. عمنا والنشاط صهريت الافتتاح بتاع بوغرنين كيف كيف اللي هي كنزية غرسة سنة مرتضى. هاي ان شاء الله مبروك عليهم مهرجين بوغرنين وان شاء الله بالتوفيق لي ومشاء الله يكونوا بحثينا ان شاء الله في الايامات الجاية ونحكيوا على برمجة مهرجين بوغرنين وبقي المهرجين متابعة تمشي للعروض الصيفية عندك هاكا اسماء معينة تمشي لهم ولا ليه? والله لحقيقة ليه وما يما خطر ما كتعرف احنا ما انتك تشوف الجدول تلقاني بنخدم بشكل اشي يومي. شمال هي الوائي الكفوري? يمكن نو ماش مغرومة بي. يمكن عندي عشرين في جورة بعضهم نروحش للدار. حتى النهار اللي بشي رواح فيه نستغل واني انا بيدي نرتاح. نرقد على اقل نرقد في فرش ونرتاح. بيشكون الفنان اللي لو يجي المهرجين من مهرجاناتنا حتى كان تعبه تمشي له. عربي تونسي اللي تحب انتي. عندي اسم في مخي اما ما ما نحبش نظروا الاسم هاذ. هو عليه? لانه مودين في قضايا معنتها اجرامي. اه فضل شكر. بدي ما يتعدى بحدي بفضل شكر. اه هوكا نقول انا ساعات ساعات يقول لك انتي كي تبدأ تحب مطرب. انتي مكش تحب فيه المطرب الشخص وتحب فيها لغنية. اي 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 اي. يعني وقت اللي يغلط المطربة ذاكا ميز مكش تدور علي. معتال الكوتا متعالي محبة ما تنقصش. لكن وقت اللي تولي. اللي حكاية فيها قضايا. ولو انه في حوار هوني. في اه اللي كانت عندي في اه ديوانا فيم. اه. كان معنا ولده. اه. في مداخلة يظهر لي نادية بالحاشة الذكرة. اه. وقت اللي رجعت اتيهمات اخرى. لكن انا اكثر فنان اه. اه. من براش من صوته. من براش من غنيه. هو فاضل شاكر. بالنسبة لي انا ما يموتش. رغم. الحكاية هذي معتال ما يهمنيش هو اه. اه. شعمال في حياته شخصية ولا امور وحاجة تخصه. لكن ما قد تولي. قضايا حربية اجرامية. ارهابي. ارهابيا. ولي انا خليني في صوته واكهو. ما نحبش نراه. هو حد ما شكك في صوت فاضل شاكر. الفنان المفاضل رفيق بوشنيق. نحيب برشا رفيق بوشنيق. ولكن بالحق ما نعرف وشنو الخلفية. انا الحقيقة ما نش متابعة برشا نعرف لي عنده قضايا فما المحكمة العسكرية برقت وهذا زد كيف كيف سمعت بيه ولكن منعش هو زد هارب ما نعرفش شنية خالل هو بشيرجع زد كيف كيف. فما اغاني جديدة لفاضل شاكر قاعد يترح رو قاعد يخدم رو ورجاع يغني. قاعد يغني. دونك فاضل شاكر اللي هي حاجة مستحيلة. ما نصورش اللي اللهم ما نعرفش شنو بشي سيه في المستقبل. حضرت له هنا. حضرت له قبل. حضرت له قبل في في القبة نتفكر. وكانت حفلة اكثر من رائعة. قديمة برشا هي الحكاية وين صغيرة مزدت صغيرة ووقتها مغرومة زدة بفضل شك. انا اخر حفلة حضرتها في كرتاج هي حفلة مجد الرومي. اه الله الله. واخر عرض مسرحي كان عرض الماريشال. شوف قديش من عام. ماريشال عمار. ماريشال عمار بطولة سوفيان الشعري. اه متاع سوفيان الشعري الله يرحمه. دونك من وقتها لحقيقة ما مشيتش ما مشيتش الماراجين كرتاج. هنا فرحانة برشا لانتي بحثي يا كوثر بالحاجن. حتى هنا. فكركم اللي أني ستي عزب شكون الهدورة بيه يا بيه يا بيه يا في مختلف ولاية الجمهورية. دونك اول عرض بيش يكونوا في تطاوين. دونك ان شاء الله نهار 18 و 19 جويلة في تطاوين. 19 و 18 جويلة في تطاوين. عنا مهرجين اللي علي. وطيلة. وزيدة دورة كبيرة معناتها في الحمام الغزيز في الكيف. حتى في سليمين عنا في المرسة زيدة داوم أربعة تشكوط. في نفيذة. دندين. دندين. سيدي علوين. بني حسين. فوسينة. بسم الله ومشاء الله حمام الغزيز. قلنا عليها مجاز الباب. نهار 24 جويلة. دونك دورة مزينا برشا بش نصافحوا فيها الجمهور. ولادي صغيرات. انتم وعائلتكم مرحب بيكم الكل. ومحليه وقت لي نبدأ في عرض. ويبدأ الجد. الجد يتفرج. وكنتو. ولادو. ويجيبوا معاهم ولدها ولادهم. وجوا يحبوا يعملوا تصوير عائلية معايا. قمة السعادة. انو العائلة كملة بحذية. انو جمهوري. ما شاء الله. ملي عمره عام ونص وعامين. للي عمره تسعين وثماني. حمدو الله يعني. محلة. محلة. محلة يوم ربي يفضلهم وربي يديمها محبة ليكنت كاوثر. وكيف ما قلت انت ربي يعطينا المحبة لقبول ومحبة الرسول دعوة بي. وكاعد دعاتها لكم كاوثر بالحاج. انا طوا قاعدين يتفعلوا معانا طوا بمش نقرأ الكومنتين بتاك في مقال ليرا وموش ارهيبي فضل شكر. هو سيند الثورة السورية. هكا يقول كما شعب التونسي. دونك ما نعرفوش الحقيقة انا متلزونيش نطخل في البيت. انا سمعت حكم. رغم لي المحكمة العسكرية برقت وسختام مامي. فما حكم عندو شهر طوا طلع. الحقيقة ريت متحبش تركز انتي. متحبش حاجة تقلق. تحب تسمع غنيتو كاها. فضل شكر نسمعوها الكوثر بالحاج نهديويلا. مرسي بكو كوثر. عايشك حبيبتي. كيما العادة كل مدينة يتشرفني وتنورني وتعدى معك البساج الخفيف. مرسي بكو. شكرا لك. مرسي لك يا عمري ومرسي وشكرا ومبروك عليك نجاح ليميشيون تاك. تبع فيك وكل يوم من حسن الأحسن. يا عيش. يا عيش. شكرا لك كوثر بالحاج يا حياة الروح هكا. اي. لفضل شكر نهديوها الكوثر بالحاج ورجعين مع فانتين. اشتركوا في القناة.